الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد مشروع تعميم المعرفة يقدم ما يسمى منحنة جي أو the j curve وهو من المفاهيم الأساسية في مجالين المجال الأول هو التجارة الخارجية وعلاقة ذلك بأسعار الصرف ومورنا في الطلبة الصادرات والمستوردات والمجال الثاني هو الاستثمار في صناديق الاستثمار في الأسهم لهي equity fund أرجو أن يكون فيه الفائد العظمى لأحبط الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية وعلى بركة الله نبدأ منحنة جي أو the j curve يستخدم مصطلح منحنة جي أو j curve في نظرية التجارة الخارجية هذا مهم جدا أميزها نظرية التجارة الخارجية international trade theory في حال معا هنا يعني أهميته تكمن في حال تغير أسعار صرف العملات exchange rates خاصة إذا كانت تغير انخفاضا التغير اللي يعني الآن ينخفض سعر صرف العملة depreciation بفعل عوامل السوق أو تخفيضها تخفيض أسعار الصرف بفعل قرار من السلطة النقدية devaluation يعني هذا ليس درسا في أسعار الصرف لكن لأنهم جدا على أحبة من الطلبة والمتابعين أن يفرقوا بين depreciation اللي هو انخفاض بفعل عوامل السوق نتيجة للطلب والعرض على العملة المعنية بالأمر فبصير عندي إما appreciation أو depreciation إذا كان في عندي زيادة في قيمتها صار في عندي appreciation أو زيادة يعني كأنها بكون زيادة رأسمالية بقيمتها الرأسمالية أو depreciation اللي هو انخفاض أما إذا قررت السلطة المقدية اللي هي البنك المركزي في بعض الدول زي الأردن زي مصر زي لبنان وهكذا بصير عندي devaluation تخفيض بفعل إذن يعني قرار السلطة النقدية وأثر هذا التخفيض أو الإخفاض على الحساب الجاري مهم جدا على الحساب الجاري من ميزان المدفوعة يعني the impact of depreciation أو devaluation on the current account of the balance of payment مهم جدا تذكروا أحبة الطلبة لأن مهم نعرف أنه العلاقة بين يعني أسعار الصرف الآن وكمية الصادرات وكمية المستوردات أما المجال الثاني لاستخدام مصطلح منحنة منحنة G أو G curve هو في زي آخر العائد يعني علاقة العائد من صناديق الاستثمار مع الأيام مع الزمن ضرور جدا سأبدأ بإذن الله باستخدام المصطلح في نظرية التجارة الخارجية نكمل على بركة الله لننظر إلى المنحنة باعتباره علاقة أرجو التركيز هنا علاقة بين التغير في سعر صرف العملة التغير في سعر صرف العملة وعدز الميزان التجاري العدز في الميزان التجاري الكرانت أكوانت كما ذكرنا من ميزان المدفوعات لدولة ما الآن لنعرف مرونة الطلب السعي على الصادرات مرونة الطلب The price elasticity of demand for exports لأنه الآن أسعار الصادرات تتعلق بطريقة أو بأخرى بسعر صرف العملة إذا كان على سبيل مثال الصادرات تتم بالدينار فما هو الآن سعر صرف الدينار بعملة الدولة المستوردة ربما يكون بالدولار ربما يكون بالجنيه الإسترلينة أو بالريال السعولية أو بالجنيه المصري وهكذا فلابد من أن نعرف الآن مرونة الطلب السعرية هذه على الصادرات كما يأتي تساوي الفصب PX هذه مرونة الطلب السعرية على الصادرات تساوي التغير المئوي في الكمية المصدرة على التغير المئوي في سعر التصدير سعر التصدير هنا له علاقة بسعر صرف سعر عفوا هنا القلم لا يساعدني كثيرا لكن سعر صرف العملة exchange rate وتساوي طبعا في هذه الحالة التغير delta QX على QX هذه مضروبة أو عفوا مقسمة على delta P على P اللي هو التعريف التقليدي للمرونة الطلب السعرية لأي كمية صادرات أو كمية من سلعة معينة هذه الآن بفعل يعني حساب بسيط جدا تصبح مقلوب ومضروبة وبالتالي تعطينا النتيجة النهائية هذه اللي هي إبسيلون صب X هنا إبسيلون صب X صب PX طبعا تساوي دلتا QX على QX مضروب في P مقسم على PX وتساوي هذه الصيغة النهائية التي نستخدمها في المورونات عادة P مقسم على QX مضروب في DQX DPX اللي هنا طبعا استخدمنا مصطلحات مشتقة باعتبار أنه التغيير الذي يحدث على الكمية المصدرة أو في سعر أسعار يعني أسعار التصديق بتكون قليلة جدا ولكن يمكن لنا أن نستخدم مصطلحات المشتقة وديرباتيب نوتيشن أما الآن نعرف مرونة الطلب السعرية على المستوردات بيتا صب P أم كما يأتي الآن بيتا صب P أم اللي هي مرونة الطلب السعرية على المستوردات الدولة اللي نتحدث عنها تساوي Delta QX طبعا Q عفوا مش X QM اللي هي الصادرات المستوردات عفوا المستوردات باعتذر مقسم على سعر التغير في سعر تغير مئوي في سعر المستوردات وتساوي في هذه الحالة Delta QM تقسم على QM نفس الإشي يمقسم على Delta P على P الآن بحساب بسيط تصبح هذه الآن مقلوب ومضروبة وهذه هي الصيغة النهائية لمورو وناخد طلب السعرية للمستوردات اللي هي تساوي Delta QM على QM مضروب في P على Delta P طبعا هنا السعر يذكر بأن له علاقة بأسعار الصرف يعني سعر الصرف العملة المحلية أو العملة التي نستخدمها بالمستوردات والصادرات تساوي P على Q صد M مضروبة في DQM على DP لنفس السبب ذكرته وهو أنه إذا كان تغيز في الكمية المصدرة قليل وطبعا يعني يقول إلى يعني كمية قليلة جدا والسعر يقول إلى كمية قليلة جدا والتاني نستطيع أن نستخدم إشارة المشتقة فإذن لدينا الآن تعريفان تعريف مورنة الطابة السعرية على المستوردات وتعريف مورنة الطابة السعرية على الصادرات نكمل على بركة الله يقول مبدأ منحة نجي بأن وأرجو التركيز على هذا الكلام بأن عدز الحساب الجاري current account deficit current account deficit عدز الميزان الجاري من ميزان المدفعات يتراجع هذا العدز يتراجع في حال تخفيض الخفاظ تخفير أو الخفاظ سعر الصر إذا حدث إذا تحقق ما يسمى شرط Marshall Learner له Marshall Learner Condition وهو كما يري هذا هو الشرط حاصل جمع مورنة الطابة السعرية على الصادرات مع مورنة الطابة السعرية على المستوردات يجب أن يكون أكبر من واحد صحيح إذن هذا هو شرط Marshall Learner أو Marshall Learner Condition إذا تحقق هذا الشرط فإن تخفيض أو انخفاض سعر صرف العملة يؤدي في الأمد المتوسط اللهم في الأمد المتوسط إلى انخفاض العلس في الميزان التجاري من ميزان مدفوعات للدولة التي نتحدث عنها دعنا نبين ذلك من خلال الرسم البياني البسط تبد delivery نبدأ بياني على المحور الأفقي الآن عندي عامل الزمن هذا يعني عامل الزمن الآن تحدث عن أشهر إلى الأسفل إلى الأعلى الآن يتحدث عن الحساب الجاري هذا هو الحساب الجاري على المحور العمولي هنا الزمن على المحور الأفقي وبالتالي الآن هنا الصفر عندما يكون ليس هناك يعني هاي الآن عن الزمن مقابل محور الزمن الأفقي مقابل الصفر الآن ليس هناك عجز أو فائض في الحساب الجاري أي شيء أعلى منه بعطيني الآن إشارة موجبة ويقول لي في عندي فائض في الميزان الجاري أو حساب الجاري عفوا وطبعا هو نفسه الميزان التجاري والآن إذا كان أقل من صفر فبعطيني بالحال إشارة سلبية فإندي عجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات الآن نتحدث عن الأمد القصير جدا لنفترض بأن انخفاضا حدث في أسعار صرف العملة أو تخفيض إما depreciation أو devaluation من قبل السلطة المركزية المعنية طبعا السلطة اللي هي النقضية المركزية وبالتالي الآن يأخذ شكل منحنى كما يريد هذا منحنى الحساب الجاري لاحظوا لي هو أدنى من صفر عند هذه المرحلة وبالتالي عندي نقاط سالبة هذا هو حساب الجاري وبالتالي هذه النقطة الآن بتقول لي مثلا لنفترض أنها النقطة ألف وبالتالي هنا عز في الحساب الجاري إذا قاء يعني حدثا خفاض حدثا خفاض في سعر صرف العملة أو تخفيض في الأمد القصير سيرتفع هذا الآن المعادلة سيرتفع العجز يعني يزداد يعني يزداد سوءا وبالتالي نصل إحنا إلى نقطة أقل اللي هي نقطة بيها كما سميناها إذا التقلنا من إي إلى بيه لاحظوا لي أن العجز في الحساب الجاري زاد وبالتالي زاد سوءا لكن في الأمد القصير وسأذكر بعد قليل يعني سببين أو ثلاثة لماذا هذا حكي في الأمد القصير أما في الأمد التوسط إذا أعطينا يعني هذا الفعل اللي هو فعل تخفيض أو انخفاض سعر العملة الفترة الزمنية الكافية فربما الآن تعود الأوضاع كما هو متوقع نظريا وبالتالي ينخفض العجز في الحساب الجاري وننتقل من بيه إلى جيم ما يعني الآن طبعا شريطة هذا الشرط هو مارشان ليرنر ليرنر كوندشن اللي هو ألفا صبي أكز زاد بيتا صبي أم اللي هو مرونة الطلب السعرية على الصادرات زاد مرونة الطلب السعرية على الصادرات يجب أن يكون أكبر من واحد صحيح أكبر من واحد صحيح نكمل الأسباب الكاملة وراء مسألة الأمل المتوسط كما ذكرت الآن أولا يعني في هناك عقود مبرمة بين المستوردين في الدولة والمصدرين في الدولة المقابلة فإذا قامت إحداهما يعني إحدى هاتين الدولتين بتخفيض أو حدث انخفاض في أسعار الصرق وبالتالي في هناك عقود مبرمة قبل أن يحدث هذا التغير أو الانخفاض في أسعار الصرق ما يعني بأن العقود ملزمة من ناحية قانونية ومن ناحية يعني ترغب معنوية يعني لا يمكن أن يحدث تحسن في في الميزان التجاري الميزان اللي هو عفوا الحساب الجاري أو الميزان التجاري كما ذكر لا يحدث دفعة وحدة آنيا يحتاج إلى بعض الوقت بسبب أول شيء العقود المبرمة ثانيا اللي هو التكيف مع الأوضاع الجديدة يحتاج إلى زمن عادات وتقاليد معينة هذه من المهم جدا أن نتذكرها إذن هذه الأسباب الكاملة وراء أن الجي كيرف في الأمد القصير لا يتغير بل يزداد سوءا وبالتالي الآن اللي هو طبعا العجز في حساب الجاري بعد مرور فترة زمنية كافية ربما يعني كلمة الأمد المتوسط لا تكفي كثير شرحا لكن بالأمد التوسط حدث ربما سنة سنتين أو عدة أشهر حتى الآن العقود المبررة يتم الإفاء بها وأن يتكيف المستوردون والمصدرون من هذه الأوضاع وربما العادات والتقالية تدخل أُكمل المثال بعض الحسابات هنا عندي مثال بسط عن الدولة الآن لنفترض هنا الدولة وهنا مرونة الطلب السعري على الصادرات هنا مرونة الطلب السعري على المستوردات وهنا مجموعة المرانتين وهنا الأثر على الحساب الجاري فالأردن لنفترض أنه عندي مرونة الطلب السعري الفصد بيئة تساوي نصف ومنونة الطلب السعرية بيتا صبي أم المشتورات تساوي 0.4 فاصلة أربعة المجموع يساوي أقل من واحد صحيح اللي هي فاصلة تسعة وبالتالي الحساب الجاري العجز فيه يتدهور يتدهور أخذنا لبنان كمثال هذه أرقام فقط مجرد كمثال لبنان كان منونة الطلب السعرية على الصادرات 0.7 ومنونة الطلب السعرية على المشتورات 0.8 المجموع 1.5 وبالتالي هناك تحسن في العجز يعني يقل العجز في الحساب الجاري وأخيرا الجزائر مثلا كان منونة الطلب السعرية على الصادرات 0.6 منونة الطلب السعرية على المشتورات 0.4 المجموع واحد صحيح هنا العجز في الميزان التجاري أو الحساب الجاري لا يتغير لا يتغير أنتقل الآن على المعنى الثاني أو الاستعمال الثاني لهم منحنجا بكل بساطة السلام الثاني مصط هو الزمن وهنا الاستثمار وهنا الخط المرجعي هذا المستوى المرجعي للعائد على الاستثمار في صناديق الاستثمار في الاسهم وهو كوتيب فند طبعا هذه نقطة الصورة بنقول لي المبلغ الابتدائي وبالتالي هنا المنحنة منحنة جيه لاحظوا لي الاخر حرف جيه المائل طبعا انطلق من النقطة الابتدائية اللي هي طبعا نزل انخفض وارتفع نحو الهدف اذا كان هدف المدير الاستثمار هو هذه النقطة الصورة مرتفعة هذا الان المبلغ الابتدائي بلينا من هنا يأخذ الان العائد بالانخفاض طبعا تحدث استثمارات الان بعض الناس او الزبائن يشتروا بالاكوتي فند اللي هو صندوق الاستثمار والاسهم يشتروا اسهما فالعائد ينخفض العائد النسبي اللهم ينخفض نتيجة لرسوم معروفة الان هنا انخفاض بسبب رسوم بالادارة ووقتي يحتاج وبعد ذلك يأخذ العائد بالارتفاع اللي هو الان عندما نصل الى هذه النقطة الان بتقرر الادارة ان الخروج من الاستثمار او ما يسمى exit investment معنى ذلك بان نحقق الهدف لديه فهذا الاستخدام السلام الثاني ليمنح نجيه اكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع راجيا ان يكون قد قدم الفائد مرجوه لكم جميعا احبتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الى لقاء اخر باذن الله قريب